أعلنت وزارة الصحة استقبال 338800 تاجرع من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة أسترازينكا مقدمة من ألمانيا وذلك بمطار القاهرة الدولية يأتي ذلك في إطار قطة وزارة الصحة والسكان للتنوع والتوسع في توفير لقاحة فيروس كورونا حفاظا على مكتسبات الدولة في تصديل الجائحة أكدت الوزارة أن تلك الشحنة ستخضع للتحليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل توزيعها على مراكز التطعيمات في جميع المحافظات وأشرت وزارة الصحة والسكان إلى أن مصر استطعت في وقت وجيز توفير جميع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ضمن خطة التنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة للفيروس